اشتركوا في القناة جاء ذلك في تقرير اصدره صندوق النقد الدولي حول افاق الاقتصاد العالمي بمناسبة اجتماعاته الربيعية واتنبأ فيها بان الاقتصاد المغربي سيعرف نموا بنسبة 3.1% في العام المقبل وتضمن تقرير معطيات حول التضخم الذي ينتظر ان ينخفض ايضا في العام الحالي الى مدون 4.6% بعدما كان في حدود 6.6% خلال العام الماضي للوقوف عند هذه الارقام وتحليلها بالاضافة لنعكاساته على اقتصاد المملكة والقدرة الشرائية للمواطنين ارحب اسمكم بالدكتور زاكريا في ايران واستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط اهلا مرحبا بك دكتور زاكريا مرحبا وشكرا مرة اخرى على الاستضافة مرحبا بك في ظل الهلع الخوف الذي كان يحيط بتنبؤات تخص الاقتصاد الوطني خاصة على مستوى نسب النمو يخرج البنك الدولي وكأني به متفائلة على الاقل متفائلة من ناحية الارقام يعني ان الارقام التي جاء بها هي ارقام التي تقارب ما جاءت به الحكومة قريبا 3% او لا يمكن في سنة 2024 وصلوا 3.4% ولكن اذا رأينا من حيث الطموحات التي كانت مسطرة في النموذج التنموي وكذلك من اجل اقلاع الاقتصادي فهي تبقى يعني معدلات لجد متواضعة بنسب الاقتصاد الوطني ولكن اذا اخذنا في الاعتبار الضرفية الحالية التي تمر بها سواء القطاعات المرتبطة بالقطاع الفلاحي لان انا كنعرف بان هناك واشار الى هذا صندوق النقد الدولي انه سنتين من الشحد الامطار كان عنده واحد اثر جد قدروا نقول سلبي على القطاع الفلاحي لادع لانه لم يكن متداخلا بطريقة قوية مع الناتج الداخلي الخام ونحن نعرف بان الناتج الداخلي الفلاحي تقريبا يمثل اكثر من 14% من ناتج الداخلي الخام وهذا اضطر بطريقة جد قوية على نسبة النمو سواء في سنة 2022 وسوف يؤثر كذلك في سنة 2023 لانه هناك اشارات على انه لن نصل الى ذيكال عاد تبلو سنة 2021 لغذاتنا تقريبا نسبة نمو لفاق 7% وفهذا الاطار كنظن بان انا بطريقة باش نكون موضوعي في الطرح هذه كنظن بان على العكس صندوق النقد الدولي هو كان اكثر حضرا فيما يخص نسبة النمو ليس فقط في المغرب ولكن كذلك في منطقة كلها يعني في المنطقة منطقة شمال افريقيا ودول الشرق الاوسط واشار على انه سيكون هناك تراجع للنمو في الدول سواء المصدرة للبيترول او لكذلك الدول دول اخرى مثل المغرب اللي يتستورد البيترول وهنا يقول بمباشرة يقول لانه استشراف دي الاقلاع الاقتصادي الذي كنا نطمح اليه لن يكون في افق 2024 يعني يجيب انتظار الان سنة 2025 و26 لكي نصل لها الانسبة النمو اللي كان عرفوها اللي ممكن تولم قصة الوطنية المغربية ولكن ذات المصدر اي صندوق النقد الدولي يتحدث على ان النمو العالمي لن يتجاوز 2.8% اي اننا ضمن اطار دولي يتسم بظرفية صعبة خاصة ضرفية فيها مجموعة من الازمات اقتصادية سياسية حتى عسكرية وبالتالي يصعب ان تتوقع نمو الاقتصاد وخاصة ان كانت القاطرة التي تقود الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة الامريكية عانت من ركود عامدت من كيماش وايضا تدخلت عبر البنك الفيدرالي في اكثر من مناسبة لرافع سار الفائدة فامريكا نموذج على الاقل ومن خلاله نستنبط الى اين يمكن ان يصل الاقتصاد العالمي في اي سنة نعم ولكن في النموذج الاقتصادي الحالي تقريبا في ال 20 سنة وال 25 سنة الماضية نعرف بان دائما كانت الدول في طور نمو الدول الصعيدة وكذلك الدول النامية كانت تلك يكون عندها نسبة نمو أكبر برازيل في الوقت برازيل الصين إلى آخر يعني ان اليوم ما يمكنش نقارن احنا مع الولايات المتحدة الامريكية ومع الاسواق المشبعة نسمو الاسواق المشبعة من الولايات المتحدة الامريكية أوروبا والدول المتقدمة اليوم كان نعرف بان القاطرة ديال النمو الدين في العالم ويكون عندها القوة الانتاجية لان ما زال عندنا مقومات الاستثمار ومقومات الانتاج ديالقيمة المضافة متواجدة في الدول هذه واللي هي كتب حتى على الإقلاء لانها تتحاول أنها تدخل في الدول المتقدمة وتتحاول أنها تنتج الهند مثلا ولكن اليوم نحن في أزمات في هذه الأزمات تأخذ الولايات المتحدة كمعيار كمقياس لكي تقدم على بعض الخطوات ومنها أن الولايات المتحدة كانت سباقة لرفع سعر الفائدة ثلاثة دول أخرى في المنطقة نتحدث مثلا الإمارات العربية المتحدة المملكة المغربية وغيرها من الدول بالتالي يمكن أن تأخذ ذات الإجراءات الحماية الوقائية على غرار الولايات المتحدة التي تعتبر نموذج ربما هذا ما قصدته أما بالفعل من يعطي نسب النمو الحقيقية للاقتصاد العالمي هي اقتصادات كما قلنا في السابق البرازيل جنوب أفريقيا الهند التنينات الأسيوية على سبيل مثال الحصر ولكن اليوم الظرفية أنا قلت أنه فيها تفاؤل ممكن تقول لك أنه تقدر توصل ثلاثة في المئة نحن كنا بمؤسساتنا المحلين نتوقع واحد في المئة اثنان في المئة على أبعاد التقدير كما تفضلت بسبب ظروف الجفاف وغيرها صحيح أنا بريد أن نرجع للسياسة النقدية بعد ذلك ولكن بما أنها جت في الموضوع نظر بأن الأسباب كذلك التي سوف تحد من النمو لها تصل إلى تقريبا ثلاثة في المئة هي السياسة المالية نعم تحد لأنه كان متوقع بالنسبة لصندوق النقد الدولي لأن الإقلاع دي الاقتصاد العالمي يبدأ من بداية سنة 2024 و2025 نرجع إلى مستوية نمو الكانيا ولكن اليوم دخول البنوك المركزية وخاصة البنك الأمريكي الفيدرالي وكذلك البنك الأوروبي وكذلك عدة الدول التي تابعت ولمشأت في نفس سيرولة دي السياسة المالية اللي هي أكثر أكثر صرامة إلى آخر والسياسة النقدية أكثر صرامة خلت بأنه يكون هناك تخوف من طرف صندوق النقد الدولي لأن القرارات دي رفع سائل فائدة فهذه البنوك المركزية قد يؤدي إلى تراجع هذه النسب النمو التي كنا نطمح إليها هذا لا يعني هذا أقول بالمقابل هذا لي يعني أن نسبة 3.2% أو 3.4% اللي هي مستشرفة اليوم إلى 2024 أنها ليست نسب جيدة إذا أخذنا الواقع الحالي صحيح كنا نطمح 6% نعم نعم وكننا نطمح ونحن لا أبدا أن يصل لنسب نمو لتفوق 6% لأن إذا أردنا أن نحقق الأهداف دي النموذج لو فقلل صندوق النقد الدولي يعني الحكومة قالت 5% جل الصندوق النقد الدولي قال المغرب سيحقق 2022 نعم نسبة نمو تصل إلى 6% هذا قبل الجائح قبل الجائح نعم اليوم يعني ما الذي يرجح كافة الاقتصاد الوطني لكي يصل إلى هذه النسبة اللي قلنا فيها شيء من التفاؤل بنظر إلى مجموعة من الأمور الحرب الروسية الأوكرانية الجفاف الذي لم نشاهده ربما منذ 40 سنة على مستوى المملكة المغربية هناك بروف استثنائية فبالتالي توقع نسب نمو 3% سنتنا الحالية 4% ربما أو تقترب منها السنة المقبلة على ماذا تعتمد على الطاقات المتجددة على الاقتصاد الأخضر على ما الذي يمكن أن ينعش الاقتصاد الوطني اللي يحقق هذا النمو أظن على أن إنعاجد الاقتصاد الوطني هو غير يأتي من بابين أظن عدنا نرجع فيها النتج الداخلي الخام الغير مرتبط بالقطع الفلاحي كنظن بأن أولا هناك هذا الصحو الغير عرف القطع الفلاحي لأنه لن نحقق مثل ما حقنا في سنة 2022 سيكون هناك هناك اليوم هناك استشرافات سواء من البنك المركزي المغربي أو لكذلك من وزارة المالية أو لكذلك من المندوبية السامية التخطيط التي تؤشر على أنه أقل تقدير سيكون عندنا تقريبا ما ينايز 85 مليون قنطار وهذه كنظن بأنه في معدل 85 مليون نسبة الإنتاج في القطع الفلاحي كنظن بأنه التدخل في القطع الفلاحي في نسبة النمو سيكون إيجابي وفي هذا الإطار سيجعلنا ندوز من العتبة الـ 1% إلى عتبة 3% وهذا مرتبط أساسا بالقطع الفلاحي هناك كذلك إشارة أخرى المرتبطة بالاستثمار القوة الاستثمارية للفلاحة تل أمطار هذه السنة كانت أفضل من السنة الماضية اللي احتجنا استيراد هذا هو السبب اللي خللنا نصل قريبا لهذا اللي قتلك ما بين 70 إلى 85 مليون قنطار وهي متوقعة بالنسبة لسنة 2023 هناك السبب القطع الفلاحي لعب دور مهم فيما يسمى نسبة النمو في المغرب صحيح لأنه دائما تنقولها وتنعودها كاقتصاديين أن نسبة تدخول المباشرة لا تفوق 14 إلى 15% ولكن في القطعات الغير مباشرة مثل تشغيل إلى آخره فهو من الحجر الأساس بالنسبة المشغل الأول لساكن النشيطة نعم صحيح ثانيا هناك استثمارات نظن بأن القوة الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الحكومية أو للدولة تقريبا اليوم 300 مليار تأييد داعمة بالنسبة لنسبة نمو لأنه من نسوش بين المستثمار الأول في القطاعات الحيوية في المغرب هو الدولة وهناك القطاع اللي ما يسمى بقطاع البناء المرتبط يسمى بالBTP هذا القطاع هذا هو من القطاعات الرائدة بالنسبة للاستثمار وكذلك أشغال عمومي إنتاج القيمة المضافة يأتي بعد ذلك ما يسمى بالقطاعات الغير فلاحية التي مرتبطة بالصناعات إلى آخرين كنظن لأنه في المعدل يعني على تقريبا 15 سنة المدى المعدل يعني طويل مدى ما كان فتوش تقريبا جوج 3% على أبعد تقدير إذن الاقتصاد الأزلاق والفوسفات وذلك شيء ما عنده تعلاقة على الاقتصاد الاقتصاد التحويلية يعني الصناعات التحويلية التي تدخل في مجملها فيما يسمى التي هي مديرة القيمة المضافة عن طريق الصناعات التحويلية هذه تقريبا تتكنظن بأن المنحة ندينا فيما يخص نسبة النمو بقى هو تقريبا ما بين 2% إلى 3% لم يتغير إذن نراهل هذه السنة على أولا القدرة الاستثمارية التي تخلنات بها الحكومة تقريبا 300 مليار ديالدرهم وكذلك السببين الرئيسيين لغخلوا على أنه نصلوا إلى نسبة النمو كان يمكن أن نحقق أكثر من ذلك ولكن الإشكال الذي أشار لها كذلك صندوق النقد الدولي هو ما يسمى بالقدرة الشرائية لأنه أشار على أنه نسبة التضخم التي ارتفعت في المغرب وارتفعت في المنطقة بأسرها كان لها واحد وقع سلبي هذا هو السؤال المتعلق بمسألة التضخم يعني صندوق النقد الدولي توقع أن ينخفض التضخم إلى ما دون 5% 4.6% تحديدا نحن نتحدث اليوم عن نسبة قياسية واحد الوقيت وصلنا لـ 8-9% على مستوى المنتجات الغذائية 20% صحيح لسنا بيروت ولسنا اسطنبول ولكن بالنسبة للقدرة الشرائية التي تحدثت عنها أمر كان يعني مهددا لجيوب المواطنين في شهر فضيل فيه عدد استهلاكية يعني مستجدة أو حتى لا تكون في الأشهر الأخرى من السنة فكان هناك أثر وشعر المواطن بالتضخم اليوم على ماذا يبني صندوق النقد الدولي تنبؤاته من أن يكون هناك انخفاض في نسبة التضخم أولا هو يبني التوقعات على نقطتين مهمتين أولا السياسات النقدية التي تقوم بها الأبناك المركزية التي ستقدر في بعد تقريبا سنة ونصف أو سنتين أنها تحد من نسبة نسبة التضخم وكذلك هناك الأمر الآخر والمرتبط بسلاسة الإنتاج وسلاسة التوزيع لما يسمى بلوجيستيك لكن نظن بأن اليوم في العالم أصبحت ترجع إلى ما كانت عليه قبل كوفيد-19 استعادة التوازن نعم استعادة التوازن ويخلي بأنه القيمة المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج ستنخفض إذن إذا أخذنا هذا المعطعين أولا السياسات النقدية وكذلك سلاسة التوزيع وسلاسة الإنتاج ستخلي بأن نسبة التضخم تقدر تنقص ولكن أنا اللي كان اختلف ربما معصر النقد النقد الدولي وأنه هذا لا يمكنه أن يكون فيه وفق سنة 2024 أنا نظن بأن التضخم سيظل معنا أكثر من سنة أو سنتين لماذا تتفق مع المندوبية السامية إذن تضخم هيكلي أتفق من الناحية الاقتصادية ماشي مع المندوبية السامية التي تخطيط من الناحية الاقتصادية عندما يدخل يدخل تضخم في سلاسة الإنتاج وفي سلاسة إستيلك لا يكون سهلا أنك تتخلص منه بسرعة يجب أن يأخذ حيزة وإننا نعطيك مثال المغرب يعني لأخذين مثلا السرورة التاريخية دي المغرب تلقوا بأن نسبة التضخم التي فقت للرقمين 10% 11% عشناها عندما كانت الأزمة دي السبعين أزمة دي ما يسمى بالحرب التي كانت تقريبا في 73 في هذه السنوات التي ارتفعت فيها أسعار دي المحروقات ودي البترول مقاطعة للأنظمة العربية خاصة المملكة العربية السعودية عندما قطعه وتم مقاطعة يعني تزويد ارتفعت بطريقة مويلة تقريبا إذا لم يكن الرقم انتقلت من 5 دولارات إلى 40 دولار في ذلك الوقت في هذا الوقت هذا المغرب عاش نسبة التضخم التي وصلت إلى الرقمين وقد دامت نسبة التضخم إلى تقريبا إلى منتصف تمانينات يعني عشنا واحد الفتراء دي التضخم اللي كانت جد مهمة خاصة في ثمانينات نعم إذا أخذنا مثلا ندرنا بالقياس ولو أن هناك اختلاف الاقتصاد الوطني اليوم ليس واقتصاد السبعينة ليس واقتصاد ثمانينات ولكن نحن نعرفه من ناحية الاقتصادية أن التضخم إذا دخل في السلاسل فيجب أن يأخذ مدة زمانية معظم اقتصاديين يتحدثون على 4 إلى 5 سنوات إذا أخذنا اقتصادي صندوق النقد الدولي أو كذلك ما الذي طمعنا طمعنا صندوق النقد الدولي على وجه التحديد الذي طمعنا أنا أظن بأن صندوق النقد الدولي يتق في سياسة نقدية إجراءات الحكومية لا لا أظن بأن الإجراءات الحكومية كانت إجراءات جد فعالة فيما يخص السياسة المالية هنا عندما نتحدث سياسة المالية التعامل مع التضخم خاصة فيما يخص قدرة الشرائية المواطنين المواد الأساسية حين قام برفع الرسوم الجمركية مثلا عن مجموعة من السلاع ورفع الرسم الضريبية أيضا نتحدث على المغرب في المغرب نعم مثلا سد الخصاص عبر الاستيراد فيما يخص اللحوم مثلا على سبيل المثال للحاصل صحيح هذه إجراءات ولكن هي إجراءات التي كانت مواكبة للتضخم نحن اليوم نتحدث عن تضخم المستقبلي في مواكبة التضخم كانت هناك إجراءات لا أحد ينكر على أنه كانت هناك إجراءات مواكبة كان إجراءات دعم سلسلة التنقل يعني العامل في النقل العمومي هناك كان هناك كذلك دعم عن طريق ما يسمى الرسوم الجمركية على بعض المواد هناك كذلك السقطاب المواد المرتبطة باللحوم هناك إجراءات قوامت ولكن هذه الإجراءات لم تحد من نسبة التضخم لماذا؟ لأننا نقدر نقلها بطريقة مباشرة وأنه تأخرنا قليلا في الحد من التضخم كان يمكن أن يكون التدخل في بداية الأزمة مع بداية شهر 3 في 2022 هذا التدخل خلال بأن التضخم دخل إلى سلسلة الإنتاج واليوم باش نخرجهم إلى سلسلة الإنتاج يجب أن يأخذ وقته نحتاج للوقت نعضي كمثال غير سمح لي باش نكونوا واقعين مع الناس اللي كيسمعونا احنا قبل سنة 2022 يعني قبل ما تكون الأزمة الأوكرانية كان مثلا لك جلب السلاح كان ما يسمى كان عفوا أمريكون طونيرو هذا كان كيجيت قريبا بواحد 5 ألاف دولار إلى آخرين ثلاثة الأضعاف ثلاثة الأضعاف ثلاثة ألف إلى آخرين يعني أن من كيوصل الإنتاج من كيوصل السلحة على المغرب كتوصل بأضعاف الأتمينة ديالا وكتدخل في الإنتاج اليوم باش يمكننا نحولوا هات المنظومة للإنتاج عن طريقة الأتمينة خاصة تأخذ الوقت ديالا وانا كنظن بأن الوقت ديالا غير يمشي حتى سنة 2025 عد بداية الخروج من الأزمة المرتبطة بتدخل صداقا لكلامك يعني فقط من يعملون في مجموعة من القطاعات ويحتاجون الزجاج ويحتاجون الألمنيوم شعروا بذلك يعني ثلاثة أضعاف الثمن في وسائل الناقل انعكس حتى على ثمن هذه المواد التي أصبحت كالفردوس المفقود واليوم هناك مواطع جديد يسمح لي أن نخذه في عائل الاعتبار هو أنه المنظومة الدولية اليوم عندما نتحدث على الوبيب التي اتخذت قرار بأنها ستحد وستنقسم الإنتاج ديالا سيكون عندها تداعيات في الأيام المقبلة أو في المستقبل القريب نعم اتخذت قرار بأنها سوف تخفض الإنتاج لأن الأتمينة اليوم أصبحت جدا منخفضة 65-70 دولار النقص من الإنتاج أو لا الحد من الإنتاج سوف يؤدي الارتفاع وأسعار مرة أخرى وهنا قد نشاهد أي تاني رجوع إلى الأسعار التي كنا نرى قبل ذلك يعني 80 إلى 90 دولار فيما يخص حديثك استحضرت كثيرا السياسة النقدية ألا يمكن أن تكون السياسة النقدية اليوم لاحظوا حدين كما يقال شهدنا بنك المغرب في غضون الشهر يرفع الفائدة للمرة الثالثة في إنعكاس مباشر لما قلناه التضخم وأيضا الظروف الاقتصادية التي تمر منها المملكة والحفاظ على التوازنات ربما بين المؤسسات وفي نفس الوقت يعني هذه الإجراءات تنعكس على الاقتصاد الوطني تنعكس على السياسات العمومية أيضا للحكومة وشهدنا بعض التناقضات التي تخرج من هنا وهنات من هيئات مستقلة طيب كيف يمكن أن ينعكس كل ذلك ونحن نعلم أنه بمجرد رفعك للفائدة فأنت تسحب السيولة تنقص من الاستثمارات بشكل تلقائي نعم لكن ليس بشكل مباشر يعني سوف يأخذ زمنه لأحد الآن إلى الآن لم يكن هناك لا نقص في السيولة في الأسواق لا نقص مثلا في القروض التي تعطى عن طريق الأبناء لم يتم تغيير أسعار الفائدة عند الأبناء سيأخذ زمنه ولكن كما قلت قبل آنفا وأنه أنا كنظن بأن الاختلاف في الآراء ما بين المؤسسات هو شيء صحي حتى أن الاختلاف ما بين الاقتصادين هو شيء عادي جدا ما بين الاختلاف في المنظور فيما يخص الاقتصاد اليوم عندما نتحدث عن السياسة النقدية أنا وجدت نظر العلمية التي يمكن أن نتحدث عنها وأن البنك المركزي إذا رأى بأن نسبة تضخم ترتفع فلا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي لماذا؟ لأن عندما ننظر بالنحية القانونية هناك الضور الأساسي لبنك المغرب أو لبنك المركزية هو الحد والتحكم في الأسعار أو الحد من التضخم اليوم عندما بدأت الأزمة كانت هناك فكرة على أن التضخم هو فقط تضخم يأتي من الخارج فكرة لا أتفقه معها بتاتا لأن التضخم كان دائما من الخارج وهذا معروف عندنا في المغرب يعني من الأباجيديات الاقتصادية ثانيا انتظر بنك المغرب واحد مدة زمانية لكي يأخذ القرار عندما بدأ هناك تفاقم لنسبة التضخم يعني أصبحنا نصل ثلاثة أربعة خمسة ستة في المئة لا يمكن إلا أن تكون السياسة النقدية يعني تكون تستجيب لما يسمى التداعيات ديال هذا التضخم هذا صحيح على أن رفعت سائل الفائدة لثلاثة ديال الفترات لماذا ثلاثة الفترات لأن أولا لا يمكن نظر السياسة النقدية فقط على أنه رفع رفع السائل الفائدة لا هي كذلك تعطي إشارات للمستمرين على أن البنك المركزي هو يقوم بدوره من أجل الحد من نسبة التضخم وهذا لا يمكن أن يؤتى بطريقة واحدة لم يمكن يجيب بنك المركزي ويرفع بصمية وخمسة نقطة نقطة ونفق لا ممكن يرفع تدريجيا خمسين بخمسين نعم هذا معمول به جميع الأبنك يرفع تدريجيا أولا لكي يكون هناك إشارة للمستمرين على أنه سيتم على أنه هناك إعادة إحياء ما يسمى بنسبة الفائدة يا أخي كانت نسبة الفائدة في المغرب وصلت على سندات الدولة لمدة سنة 1.8% فقط فقط لا يمكن أن نعيش في اقتصاد الذي يكون فيه نسبة الفائدة التي يربحها المستمر في حدود 1.8% عن أي جاذبية استثمارية نتحدث عن الجاذبية ومناخ الأعمال يمكن أن نقول بأن حتى المملكة اليوم بغض النظر عن الظروف السائدة دولية أو محلية قدمت ضمانات حول استقرار اقتصادي ومعلي والدليل أن هناك جاذبية الاستثمار حاضرة تغييرات على مصر النصوص الشرعية مثل الاستثمار وغيره وخط ائتماني بالمليارات يقدم لك من البنك الدولي صحيح أنا كنظن بأن المغرب عندما انتقل من الخط الائتماني المرتبط بالسيولة الذي كان عنده تقريبا إلى اليوم الخط الائتماني المرين الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي وكذلك من البنك الدولي هذا يؤشر بطريقة مباشرة على أن المغرب استطاع أن يمر من عدة أزمات وليستطاع يبين فيها على أن ما يسمى بالاقتصاد الوطني واقتصاد قابل على أنه يتحدى جميع الصدمات لديه وبين على أنه هناك استقرار بالنسبة الاقتصاد وكذلك بالنسبة القطاع المرين وهذه من الشروط من الشروط نعم ومن الشروط المهمة بالنسبة الحصول على ما يسمى بالخط الاعتماني المرين وأن يكون الاقتصاد الوطني قادر على تحمل الصدمات واحد ثانيا هناك من سوش بأن الخط الاعتماني هو خط الاعتماني الذي لم تحظى به جميع الدول هناك فقط بعض الدول التي تحظى به وهذه الدول التي أبانت على قدرتها لتجاوز الأزمات وكذلك لتخطي الأزمات التي كانت أجمت جد مهمة كمثال هناك المكسيك حصل على ما يسمى بالخط المرين نحن نعرف بأن المكسيك من الدول التي واجهت عدة أزمات وهناك الأمر الآخر الذي هو جد مهم لخصنا أن أشرع عليه وأنه عندما يقول صندوق النقد الدولي على أنه في الظروف الحالية الاقتصاد الوطني سيحقق 3.1 أو 3.4% في الأفق للسنة القادمة أو للسنة التي تليها فهذا يؤشر على ماذا يؤشر على أن هناك قدرة انتاجية للاقتصاد الوطني في ظل الأزمة التي نعيشها وهناك أمر آخر وآخر وهناك أمر آخر يجب أن نضعه وأنه عندما تكون هناك السياسات العمومية هي سياسات يمكن أن تتحرك في الواقع ولو يختلفنا معها ونختلف مع السياسة النقدية أو السياسة المالية ولكن يجب أن نفتخر على أن هناك سياسات عمومية تستطيع أن تتحرك في وقت الأزمات وهذا في حدث أمر إيجابي ويعطي إشارة للخارج على أنه وعندنا مؤسسات مستقلة تستطيع أن تأخذ القرارات ديالها وتستطيع أن تحمل استقرار المالي والاقتصادي والدليل توجيهات ملكية سامية بحثا عن سيادة دوائية سيادة طاقية سيادة غذائية بعد جائحة كورونا نشاهد الدولة الاجتماعية منظمة الحماية الاجتماعية تمين صحي إجبائي لو لم تكن لديك مؤسسات قوية لما وفرت السندات المالية ولا وفرت صحيح وهذه التغييرات المهمة التي نقوم بها من طريقة هيكلية في الاقتصاد الوطني عن طريق الدخول إلى مجالات جديدة الدخول في رهانات جديدة في الناحية الاجتماعية إلى آخر هذه لا تخلينا ندوز من العتبة 3-4% النمو إلى عتبة 6-7% النمو إذن اليوم كنظن بأن المنحنة يجب أن يذهب إلى اتجاه واحد شنوى هذا الاتجاه هو أننا نحط في أرض الواقع عدد التوجهات الملكية في القطاعات الصناعية في القطاعات التحويلية وكذلك القطاعات الجماعية والقطاعات الطاقية صحيح ولن ننسى أن أيضا الإصلاحات اليوم ليست فقط نتذاولها فيما بيننا ونصفق لها ولكن تلقى صداها حتى حين أزيلت المملكة من اللائحة الرمادية صحيح نتيجة لمجموعة من السياسات المالية لا في تبيض الأموال لا في غير ذلك وهذا فيه مؤسسات قطاع خاص أو حتى قطاع صحيح وحتى أن الإزالة المغرب من المنطقة الرمادية كاللعب واحد دور مهم بالنسبة لحصول ديالله على الخط الأتيماني المرين لماذا؟ لأن المنظمة الدولية أو للشركات الدولية أو للمانحين الدوليين لا يمكن أن يتيقوا في اقتصاد إلا كان اقتصادا مبني على الشفافية وعلى المصداقية وكذلك على القوة الاقتصادية وهذا هو السبب للخروج للمغرب من القطاع من تقرامة دية صحيح وهذا وافقه تشريعات محلية التي تحارب تبيض الأموال وتمويل الأرهاب وغير ذلك وبزيارات للجانات للجان تفقدية أثبتت المملكة بأنها ولن ننسى على أن صندوق النق الدولي يقوم بزيارات للمغرب السنوية فيما يسمى لغتك الكاتر هذا كاجتماع آخر الذي يؤشر على أنه المغرب سيكون بعد 50 سنة من أنه لم يكن هناك اجتماع أقيم في إفريقيا المغرب يحظى بفرصة تمتيل إفريقيا باحتضان ما يسمى بالاجتماعات السنوية لمنظومة صندوق النق الدولي والبنك الدولي وهذه إشارة قوية بأن المغرب للمرة الأولى نعم للمرة الأولى بعد 50 سنة يعني أنا إشارة قوية بأن المغرب هو متواجد وهو دولة مهمة في المنطقة وكذلك أفكم بهذه الكلمات نعم شكرا لك دكتور زكريا فيرانو أكستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الحارس دربيضاء نفرح دائما بالرباح نفرح دائما بوجودك معنا بما تقدمهم المعضيات قيمة على مستوى المواضع الاقتصادي شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام لكم أجمل تحية أينما كنتم إلى اللقاء اشتركوا في القناة